الجلسة الرابعة يرى أم يدخل الفرق بين رؤية ملكوت الله والدخول فيه كيف تتغلب على التجارب آمين يا رب يسوع أشكرك من كل قلبي يا رب إننا نحبك من كل قلوبنا نحبك جدا يا رب تعالوا بنا نبدأ في جلستنا الرابعة في لا تستسلم أبدا سيكون عنوان هذه المحاضرة ترى أم تدخل تفضلوا بالجلوس وسنبدأ على الفور هل تعرفون الآية التي سنبدأ بها هذه الجلسة؟ روميا 5-17 هل تعلمون ما أرجوه بصدق؟ أن تتغلغل هذه الآية فيكم وتصير مألوفة لديكم مثل يحنى 3-16 وأن تتذكروها حتى أثناء نومكم تعالوا بنا نقرأها معا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح بعد المحاضرات السابقة هذه الآية ستعني الكثير لنا السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا لماذا لا يحيى كل المؤمنين بهذه الطريقة؟ لماذا لا يملك كل المؤمنين في الحياة؟ في واقع الأمر لماذا تمتلك الحياة أغلب المؤمنين؟ الرد الأول على هذا السؤال تناولناه في الجلسة السابقة والتي قبلها أنا أقول هذا لأننا لم نعرف أن نعمة الله تلك العطية المجانية هي للخلاص وللقوة سنتناول السبب الثاني في بقية الجلسات القادمة سنعيش مع هذا الأمر من الآن فصاعدا كمقدمة لهذا الموضوع أود أن أشارككم بكلمات الرب يسوع لرجل يدعى نيقوديموس كلمات مدهشة عندما نتأملها بالتفصيل قال يسوع في يحنى 3 تلاتة الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله الكل يقرر يرى ملكوت الله ولكن في آية 5 يقول الآتي الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله الكل يقول يدخل ملكوت الله إذن كلمتان يرى ويدخل تعالوا بنا نتحدث عنهما لكن قبل هذا اسمحوا لي أن أتكلم أولا عن ملكوت الله ذات مرة وأنا أقرأ في الإنجيل فجأة استوقفني هذا الجزء أعتقد أن هذا الأمر استوقفك أيضا قبل أن يستوقفني تكلم الرب يسوع كثيرا عن ملكوت الله هل لحظتم هذا؟ لقد تحدث عن الملكوت أكثر من مائة مرة في الأنجيل تتفقون معي؟ ما الذي كان يتحدث عنه عندما كان يتحدث عن ملكوت الله؟ يعتقد الكثيرون أن الملكوت هو مكان السماء مثلا لكن عندما كان الرب يسوع يتكلم عنه كان يتكلم عن سيادة وملك الله الكلمة اليونانية التي ترجمت إلى ملكوت هي باسيليا تاو ثيوس كلمة ثيوس تشير إلى الله معنى كلمة باسيليا يملك أو يسود إذا وضعنا الكلمتين معا سيكون المعنى ملك الله القوي العظيم لذلك عندما تسمع عبارة ملكوت الله عليك أن تستبدلها بعبارة ملك الله القوي العظيم عندما قال الرب يسوع لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض فهو يقول أبانا الذي في السماء لياتي ملكك القوي العظيم وتتم إرادتك على الأرض كما في السماء المشكلة أغلب الناس يظنون أن هذه العبارة تنطبق على المستقبل عندما ياتي يسوع ثانية عندما يحضر أرشاليم الجديد إلى الأرض بعد الملك الألفي إنه أمر محسن جدا لأنهم يظنون أن ملكوت الله في المستقبل بينما هو موجود الآن في داخلنا يقول الرب في لقى 17-21-21 وهي كلمات يسوع بنفسه لا يأتي ملكوت الله بمراقبة ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك لأن ملكوت الله داخلكم لذلك يجب علينا أن ننشر تأثير ملكوت الله أينما ذهبنا كيف نستطيع أن نفعل ذلك؟ من خلال نعمة الله والآن دعونا نقف هنا لحظة لنتأمل كلمات ملكوت الله أرجو من كل شخص أن يعيد قراءة الأنجين ويستبدل عبارة ملكوت الله بعبارة ملك الله القوي والعظيم دعونا نطبق هذا على بعض الآيات لو نظرنا إلى متى 18-28 يقول الرب يسوع ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله يقول الكتاب بالتأكيد قد أقبل عليكم ملكوت الله أي قد أقبل عليكم ملك الله القوي العظيم ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملك الله القوي العظيم لماذا قال هذا؟ لأن روح الله هو الذي يظهر نعمة الله في الرسالة إلى العبرانيين نقرأ عنه أنه روح نعمة إنه هو الذي يؤيدنا بقوة النعمة إذا تأمن في مكان آخر يقول الرب يسوع إن مرور جمل من تقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله أي إن مرور جمل من تقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملك الله القوي العظيم أعتقد أن المعنى أصبح أكثر وضوحا من هو الإنسان الغني؟ الشخص الغني هو الذي يقول لدي قدرات وكفاءات ذاتية تمكنني من النجاح هذا هو المقصود بالشخص الغني هذا هو ما يشير إليه الرب إن مثل هذا الاكتفاء الذاتي من الممكن أن ينظر إليه من خلال القدرات الذهنية المادية أو القدرة البدنية أو العلاقات أو الموارد وقائمة لا تنتهي لهذا السبب وضح الرب يسوع في لقى 26 وقال توباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله يمكننا أن نقرأها توباكم أيها المساكين لأن لكم ملك الله القوي العظيم أليس هذا مدهشا؟ والآن من هم المساكين؟ نعتقد أنهم من لا يمتلكون المال قال الرب يسوع روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى أنني سأريكم مدنا ذهب إليها الرب يسوع وقصد الأغنياء ذهب إلى مجتمع وقصد أن يذهب إلى أغنى شخص في هذا المجتمع أنا أتحدث عن شخص اسمه زكا ذهب إلى موضع آخر ووجد متى وكان شخصا غنيا كان شخصا من المافيا كان لديه مال كثير فمن الواضح أنه عندما يتحدث الكتاب عن الفقراء والأغنياء فعلينا أن ندرك قصد الله من هذه الكلمات إن المساكين هم هؤلاء الذين يعتمدون كلية على قدرات الله لا على ذكائهم أو قدراتهم أو قوتهم الذاتية إنهم يعتمدون على نعمة الله هل تدركون هذا؟ دعونا نتأمل في شخص كتبي آخر قال الرب يسوع الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة إذن ملكوت الله ليس أمرا مستقبليا لأن هؤلاء الناس قد ماتوا من زمن بعيد متى أتى ملك الله القوي العظيم في يوم الخمسين؟ الآن أخذ ملكوت الله معنى أوضح وأقوى جربوا نفس الأمر مع كل الشواهد دعونا نتذكر أمرا مهما جدا عن ملك الله القوي العظيم فوضنا الله عنه لقد فقده آدم واسترده الرب يسوع ثم قال دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض إلى أن الرب يسوع لم يعد على الأرض نذكر أنه أعطى الأرض لأبناء وبنات الناس الآن جسد المسيح هو المسؤول عن ملك الله القوي العظيم على الأرض إن لم نمارس ملكنا فسنظلن تحت قوة هذا العالم وبالتالي ستسود علينا الحياة بدلا من أن نسود نحن عليها من خلال يسوع المسيح تتفقون معي؟ تتفقون معي؟ كنت أتحدث تليفونيا بالأمس مع أحد الرعاة ومساعدته من جوبلين ميزوري هذه الكنيسة في منتصف جوبلين ميزوري التي ضربها الإعصار في مايو وقتل 147 شخص هو أكثر إعصار مميت في تاريخ أمريكا هذا الإعصار ضرب الكنيسة مباشرة كانوا في اجتماع للعبادة تجمعوا كلهم في ركن في الكنيسة نظر الراعي من الشباك وكذلك المتعبدون ورأوا الإعصار آتيا تجاههم فجأة ذهبت المساعدة إلى الراعي وسألته هل قرأت كتاب فوق العادي لجوم بيفير؟ قالت قرأته أليس كذلك؟ قال نعم قالت تكلموا إلى النار فتبددت قال نعم قالت فنكلم الإعصار ذهب وتحدث إليه هل تعلمون؟ استمعوا لي غير هذا الإعصار اتجاهه ولم يقترب من الكنيسة كان من المفترض أن يكون هناك أكثر من إعصار لقد أعلنوا هذا في CNN خرجت إلى خارج بيتها وتحدثت إلى الجو وبدأت هذه الأعصير تتبدد بعد أن صلت فلم تضرب بيتها أيضا لماذا؟ لأنها جزء من جسد المسيح أشعروا بالسعادة وأنا عادي تعالوا بنا نعود إلى الفرق الذي تحدث عنه الرب يسوع بين رؤية الملكوت ودخول الملكوت في يحنى 3-3 يقول إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله يحنى 3-5 إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله لهذا إن لم تكن لدينا المعرفة باللغة اليونانية التي كتبت بها هذه العبارات فسنصاب بالإحباط لماذا؟ لأن لو ملكوت الله مكان مدي فالميلاد الثاني ليس كافيا إلا لنراه لكن بالتأكيد هذا اعتقاد خاطئ كل شخص ولد ثانية سوف يدخل السماء لكن إن كنت تدرك أن الملكوت هو ملك الله القوي العظيم ستفهم بشكل صحيح تعالوا بنا نقف أمام كلمة يرى الكلمة اليونانية لكلمة يرى هي كلمة إيدو وهي تعني يرى، يعي، يدرك، يتعرف على كلمة يدخل عندما يقول إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله فهذا معناه أنك تنهض وتدخل الكلمة يرى تعني يعي، يدرك، يتعرف على الكلمة يدخل معناها أن تنهض وتدخل تتفقون معي؟ لذلك نستطيع أن ندرك أن هناك أشخاص يعوا ملكوت الله أي ملك الله القوي العظيم وهناك من نهضوا ودخلوا إلى ملك الله القوي العظيم كلاهما قد خلص وولد ثانية كلاهما أصبحوا أولادا لله لكن هناك من يعي وهناك من نهض ودخل للملكوت هل أدركتم هذا؟ لوضح هذا دعوني أتحدث عن الطيران سفرت كثيرا بالطائرة طرت أكثر من أربعة ملايين ميل وهذا على شركة طيران واحدة بخلاف الشركات الأخرى فأنا أستخدم الطائرة كثيرا الآن كمسافر قطعت أكثر من خمسة ملايين ميل في الطيران أصبحت مدركا للإمكانيات التي تمكنني الطائرة من عملها الطائرة تجعلني حرا من الجاذبية الأرضية تجعلني أتحرك من مكان لآخر بسرعة أسرع من السيارة أنا أدرك فوائد الطيران لكن ذات يوم اشترى لي أحد الرعاة دروسا في الطيران وفاجأني بها صار معي إلى المطار وذهبنا إلى المعلم الذي أعطاني بعض الدروس العملية ووضح لي بعض خصائص الطائرة وفي دقائق قليلة كنت أجلس في المقعد الذي على اليسار أدير المحرك وأسير وطرت بهذه الطائرة ذات المحرك الواحد ما أدهشني أني أدركت أنه بإمكاني أن أذهب إلى أي مكان أريده كنت أنا الذي أخطط المصار لقد انتقلت من مجرد معرفتي بفوائد الطيران إلى ممارستي للطيران تتفقون معي؟ لقد نهضت ودخلت في دائرة ممارسة الطيران أليس كذلك؟ دعوني أشرح لكم أهمية هذا لنتخيل أن هناك مجموعة من الأشخاص يقفون في جزيرة فيها حيوانات مفترسة وثعابين سامة ليس هذا فقط وقبيل من آكل لحم البشر ويريدون أن يذبحوا الناس ويأكلوهم هذه المجموعة في خطر أليس كذلك؟ لكن هناك أخبار مفرحة هناك مهبط طائرات في هذه الجزيرة به طائرة مجهزة ومزودة بالوقود لكن هناك مشكلة كبرى لم يقود أي من هؤلاء الأشخاص طائرة من قبل لم ينهضوا ويدخلوا في مجال الطيران هم يدركون أهمية الطيران واختبروه لكنهم لا يستطيعون أن يقودوا طائرة لا يستطيعون أن يقودوا الطائرة بأمان هذا هو الفرق بين أن أرى الملكوت وأن أدخل الملكوت هناك مؤمنون رأوا أي أصبحوا مدركين واستفادوا من ملك الله القوي العظيم لكن هناك البعض نهض ودخل إليه السؤال الآن هو كيف ينتقل المؤمن من الرؤية إلى الدخول في ملك الله القوي العظيم؟ ألا تعتقدون أن هذا سؤال مهم لنسأله؟ حسناً دعوني أقول لكم إنه في رحلة رسول بولوس مع برنابة ذهب من أنطاكيا لأماكن في شرق أوروبا في واقع الأمر ذهب إلى أماكن في آسيا وأسس كنائس هناك كانت رحلة طويلة وعندما بدأ رحلة العودة إلى بيوتهما مر ببعض المدن التي كان قد أسس بها كنائس فرجع وزار كل الكنائس التي أسساها كانت آخر مدن زارها هي الاسترة وإيقونية وأنطاكية من الطبيعي أن ندرك أن السفر في هذه الأيام لم يكن مثل السفر في أيامنا أستطيع أن أركب طائرة وأذهب إلى أي مكان في العالم رائع كان السفر في ذلك الوقت أمراً معقداً بينما بولوس عائد قال لدي فرصة رائعة فأنا لن أرى هؤلاء الناس مرة أخرى ألا تصابوا بنوع من القلق عندما تفكر في أنه قد لا تتاح لك الفرصة لترى الأحباء الذين ولدتهم في الملكوت ألا تترك لهم بعضاً من كلمات الحكمة نعم تعالوا بنا نرى كلماته أعمال 14-21-22 ثم رجع إلى الاسترة وإيقونية وأنطاكية يشددان أنفس التلاميذ ويعيضانهم أن يثبتوا في الإيمان وقالوا إنه بديقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله أي إنه بديقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملك الله القوي العظيم لاحظوا معي أن بولوس لم يعقد مؤتمراً عن النجاح لم يدر له مؤتمراً عن نمو الكنيسة ولا دورة عن تدريب القادة حتى لم يقدم لهم رسالة رجاء مشجعة كل هذه الأمور مهمة ولها مكانتها أرجو أن تفهموا هذا ما تركه لهم هو أمر في غاية الأهمية ليقويهم لينهوا الرحلة بنجاح الكلمات التي تقويهم لكي يستطيعوا أن يملكوا تتفقون معي؟ بديقات كثيرة ينبغي هذه هي كلمة الله ينبغي أن ندخل ملك الله القوي العظيم أرجو أن لا تنصرفوا عني حسناً سبق لكم واختبرتم الضيقات فلا تصموا آذانكم أصغوا لي حسناً قال الرب يسوع في العالم سيكون لكم ضيق دعونا نواجه هذا الأمر الضيقات تحدث أليس كذلك؟ فلا تهربوا مني لأن الرسالة التي أقولها لكم للرجاء والانتصار لا للإحباط والهزيمة حسناً وقدمها الرسول بولوس في قموس اللغة الإنجليزية تعني شدائب واضطراب وقدر الكلمة اليونانية يشرح قموس الكتاب المقدس هذه الكلمة أنها الضغوط النفسية والروحية الشديدة التي تنتج عن ضغوط داخلية أو خارجية ذكرت 55 مرة في العهد الجديد في 53 منها كانت مجازية قد تأتي الضغوط من أعداء ظروف معاكسة قرارات خطأ أو مشاعر منحرفة هذه الأمور أخذتها من ممسوعة الكتاب المقدس يعرف سترونغ هذه الكلمة بأنها ضغوط فعلية أو مجازية كربة ضيق أحمال اضطهاد محنة انزعاج يعرفها دابليو فين بأنها أي شيء يتسبب في عبء على النفس أو الروح أما تعريف البسيط فهو الترك أو الهجر ترجمة تي اي في تترجم أعمال 14-22 هكذا يجب أن نمر بكدر وهم كثير لندخل ملكوت الله أو ملك الله القوي العظيم حسنا دعوني أشرح هذا أنت تخدم ملكا عظيما هذا الملك العظيم انتصر على دولة ما لأن هذه الدولة كان يحكمها قائد شرير شرير للغاية حسنا هذا الملك العظيم الذي تخدمه انتصر على القائد العسكري واحتل العاصمة واسترد المدينة وسيطر على كل شيء حسنا لكن هناك أمرا عليه أن يعمله فبالرغم من أنه كسب المعركة واسترد المدينة لكن هناك قلاع وحصونا شيدت حول المدينة بواسطة هذا القائد الشرير هل استوعبتم؟ ما فعله الملك هو أنه نظر إلى خدامه وقال اذهبوا لهذه المدينة العظيمة وأكدوا انتصاري بأن تعيدوا هذه القلاع والحصون حسنا فعليك أن تخرج وتتجه تجاه معاقل وحصون الأعداء وعتادهم وتهزمهم واحدا واحدا لأن هذا العدو قد فقد أسلحته وأنت تمتلك السلاح فإنك ستهزمهم لكن عليك أن تحارب ألا تتفقون معي؟ وكلما حربت كلما تقويت وكنت على استعداد أن تتمم المهمة الرئيسية فهي مسؤولة منك أتيت الآن إلى أحد حصون العدو ستواجه الرجل القوي الذي يعمل تحت قيادة ذلك السيد الشرير لكن الخبر الصار هو أنك قد اقتسبت خبرة في مجال الحرب مع العدو وأنت تتجه تجاه الحصن وأنت الآن في حال أفضل لمواجهة الحرب وهكذا ستستولي على هذا الحصن وهذا عظيم لأنك إن استوليت على الحصن فستملك على هذه المقاطعة بالنيابة عن الملك هل استوعبتم هذا؟ وهذا الفكر في الأذهان دعونا نتعلم حقيقة كتابية أخرى مدهشة في رمية 8 من 16 لـ 18 الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا الكل يقول ورثة ورثة الله وورثون مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا كم هذا رائع أولا نحن ورثة الله وورثون مع المسيح هل أستطيع أن أقدم لكم تعريفا عن من هو الوارث؟ شخص يأخذ ممتلكات شخص آخر ويرث التركيز على حق الورث في الامتلاك في قموس اللغة الإنجليزية تأتي كلمة ورثة بمعنى شخص يرث ويستمر في وصية السلف هناك أيضا تعريف آخر شخص تعطى له مكانة شخص آخر الله جعلنا ورثة لكل ما تممه فينا نملك ما يملكه هو ونسود على ما يسود هو عليه مرة أخرى استمع الآن إلى كلمات الرسول بولوس لأهل كورينثوس في كورينثوس الأولى 3.21 إذن لا يفتخرن أحد بالناس فإن كل شيء لكم هذا ما جاء في الكتاب ليس كلامي بل كلام الله في ترجمة سي إي في يأتي كورينثوس الأولى 3.21 هكذا كل شيء لكم بما في ذلك العالم الحياة الموت الحاضر والمستقبل كل شيء ملك لكم أنتم ورثة قلت أنتم ورثة إلى أن هناك شرطا أقول إذا إذا تعني أن هناك شرطا ما هو هذا الشرط؟ أن نتألم معه لتستطيع أن تملك مع المسيح يجب أن تواجه وتتغلب على المقاومات التي تقف عائقا في طريق حصولك على ما يخص الرب يسوع فالتغلب على المقاومات ليس نزهى في نادي إنها ليست نزهى بين الظهور إنها حرب فالمعاناة جزء من هذه الحرب في هذه الحالة إنها ليست معاناة الهزيمة ليست معاناة الهزيمة الجزء المشجع نجده في كلمات بولوس أراه إيجابيا ويملأنا بالرجاء فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا هل سمعتم هذا؟ إن هذا الألم لا يقارن بالمجد الذي سيعلن صحيح؟ ألا ترون هذا؟ الآن استمعوا إلى الحق بغض النظر عن الضغوط والصعوبات التي تواجهونها فإن الصعوبات لا تقارنوا بمستوى الملك الذي ستختبرونه بعد التغلب على تلك الصعوبات حسنا دعونا نعود إلى هذه القصة الرمزية الألم في هذه الأيام يرمز له صعوبات وألام مواجهة الحصون إلا أنه في كل انتصار في الحروب تظهر فينا قوة وحكمة أعظم لهذا لا يشير بولوس إلى المجد الذي سنناله أمام كرسي المسيح لكنه يتكلم أيضا عن المجد الذي سنناله هنا على الأرض عندما نجتاز في الصعوبات فإننا نتجه إلى مستوى أكبر من الملك الآن تدركون الحالة التي كنت فيها وأنا أؤلف الكتاب تعالوا بنا نقف أمام عبارة نتألم معه كيف تألم يسوع؟ هناك نوعان من الألم الأول هو الألم من أجل العالم دعوني أشرح هذا هناك ألم نجتاز فيه لأن العالم كله وضع في الشرير نقرأ عنه في يوحن الأولى نتائج هذا الألم قاسية هناك أمور شريرة تحدث للناس هناك أمور شريرة تحدث للأبرار كل يوم أمر محزن لكن نتيجة لخطية آدم أصبحت السيادة لهذا السيد القاسي النوع الثاني من الألم هو الألم من أجل البر وهذا هو النوع الذي نركز عليه إن كنا نتعامل مع الألم من أجل البر بطريقة سليمة فسنستفيد منه دعوني أكررها إن كنا نتعامل مع الألم من أجل البر بطريقة سليمة فسنستفيد منه إن النتيجة دائما مجيدة إنه يقوين في دعواتنا لنملك ونستطيع أن نرى هذا في الرب يسوع فلنتأمل في الرب يسوع كان في مرحلة إعداد لمدة ثلاثين عاما ثم أتى لنبي مشهور اسمه يحن كان يحن رجل الله في ذلك الوقت فكان يعمد الشعب وأتى إليه يسوع واعتمد منه أليس كذلك؟ عندما اعتمد يسوع انفتحت السماء ونزل روح الله عليه على هيئة حماما وتحدث الله الآب وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هل تعلم ما قد يعمله أغلب الناس؟ يقولون هذا هو الوقت الأمثل لأبدأ خدمتي يجب أن أقدم عظتي الأولى الآن لقد خضيت ثلاثين عاما أعد لهذه اللحظة تعلمون ما سأفعله؟ سأعين بعض الأشخاص ليعملوا في مجال الدعاية والإعلان لأستغل هذه المناسبة الكل هنا يعرف أني رجل الله وأن الله مسرور به هذا ما تعتقد أنك سوف تعمله لكن في الواقع ماذا حدث؟ نقرأ بعدها بقليل أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية أربعين يوما يجرب من إبليس يعتقد الكثيرون أن يسوع جرب ثلاث مرات في أربعين يوما لا بل كان يجرب طوال الأربعين يوما إلا أن الكتاب ركز على آخر ثلاث مرات حسنا ترى من قاده إلى البرية الروح القدس أنصت إليه جيدا الله لا يقودنا إلى عصفة ولا يعطينا القدرة لنتغلب عليها هل تريدون أن أكرر هذا؟ إنه أمر رائع الله لا يقودنا إلى عصفة ولا يعطينا القدرة لنتغلب عليها سوف أتحدث عن هذا الأمر في الجلسة القادمة في الجلسة الخامسة لكن في عجالة أريد أن أقول إن الله ليس مصدرا للصعوبات والضيقات أو ما يطلق عليه الكتاب سليبسيز إنه ليس مصدرها إنه يعلم أننا نعيش في عالم يضاد طريقه وإن كنا نسير في هذا العالم لنغلب فعلينا أن نواجه مقاومات قوى الشر لذلك يدربنا الله في المجالات التي نستطيع التعامل معها ليقوينا ويعدنا للنصرة هل تريدون أن أكرر هذا؟ يدربنا الله في المجالات التي نستطيع التعامل معها ليقوينا ويعدنا للنصرة ذهب يسوع إلى البرية وهو ممتلئ من الروح القدس لقد تحمل الصعوبات لمدة أربعين يوما لكن بمجرد أن انتصر رجع يسوع بقوة الروح رجع ممتلئا لقد غلب لمدة أربعين يوما رجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكرة المحيطة بدأت الدعاية لو كون فريق تسويق لاعتمد على قوته الجسدية وربما فشل لكنه قال يا رب أنا مستعد دعني أواجه دعني أواجه المعركة قدني إلى حيث تحتاجني لقد واجه المعركة وخرج منها بقوة لقد خرج منها بسلطان أكبر بقوة أكبر اسمعوا ما قاله بولوس قال فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا دخل الرب يسوع لمستوى أعلى من السلطان بعد أن أنهى بنجاح الضيق أي ثليبسل قال يعقوب تبل الرجل الذي يحتمل التجربة أو يثابر ويثبت في الحق لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه البعض يجادل بأننا سوف ننال إكليل الحياة عندما نقف أمام المسيح للدينونة لكن أؤمن أن يعقوب قصد بإكليل الحياة المستوى الأعلى للملك في هذه الحياة نحن ندخل إلى مستوى أعظم من الملك السلطة مع الإكليل مع السلطة تأتي القوة عاد يسوع ممتلئا من الروح عاد ممتلئا من القوة رجع ممتلئا بالروح القدس وواجه التجارب وتغلب عليها بنجاح بنعمة الله لمدة أربعين يوما تتفقون معي؟ هذا رائع صحيح؟ إن كنا نواجه المصاعب الامتحان ولا نستسلم بل نثبت في طاعة كلمة الله ونتغلب على كل قوى الشر فهناك مكافأة ثورية السلطان في محيط حياتنا التي وقفنا فيها بتبات سأقدم لكم مثلا أشعر بالفخر وأنا أقدمه لكم حماتي الجالسة في الصف الأول منذ 31 سنة قال لها الطبيب إنها ستموت قريبا قال لها أمامك في الحياة من ستة أشهر إلى سنتين قالت سأذهب فورا إلى مستشفى أم دي أندرسون كانت تعيش في إنديانا وكان طبيبها هناك أيضا أخذت الطائرة إلى أم دي أندرسون تقابلت مع واحد من أشهر أطباء هذا المستشفى قال هذه أخبار قاسية فما قال إذا التزمت بجلسات الإشعاع والعلاج الكيماوي فسوف تعيشين لمدة سنتين أو ثلاث حماتي اتصلت ببرنامج تلفزيوني مسيحي مسؤول البرنامج عرفها على زوجين من هيوستن اتصل بهم وقال لهم أريد أن تساعد هذه السيدة وواصل الاهتمام بها تواصل زوجاني مع حماتي واستحبها للمباريات والمطاعم في كل اللقاءات كان يقدمان لها كلمة الله بدأت حماتي تتلذذ بكلمة الله إنها قصة طويلة كتبتها في الكتاب تستطيع أن تقرأها لكنها نظرت إلى الطبيب وقالت سأعود لبيتي أنا أحترمك فقد كنت كريما جدا معي ماشى خلفها وهي تذهب في اتجاه المصعد محاولا أن يثنيها عن قرارها لكنها كانت مصرة على القرار لم يكن لديها سرطان بالثدي فحسب لكن تأثر ثلث غدادها اللنفوية بالسرطان توقفت عن العلاج الكيميوي وها هي اليوم جالسة في المقعد الأمامي إنها تعمل في إرسالياتنا ودعوني أقول لكم شيئا لقد تزوجت ليزا منذ 29 سنة لمقابل في حياتي شخصا يؤمن بقوة الصلاة في الشفاء مثل حماتي إنني أقصد هذا حرفيا أتذكر عندما كنا متزوجين حديثا أتت إلينا ومكثت معنا في المنزل كانت مصابة بإنفلوانزا حادة ولا تقوى على الحركة قلت لها ماذا بيكي؟ قالت لدي أنفلوانزا وسأبقى في الفراش قلت هل أصلي لكي؟ قالت بالتأكيد صليت كانت قوة الرب شديدة وملموسة فنهضت وهي تهلل قائلة لقد شفيت وذهبت للمطبخ وأعدت وجبة العشاء تذكرت عندما شف الرب حمات بطرس ونهضت من الفراش وأعدت لهم العشاء أتذكر أشخاص آخرين مثل أورال روبرتز رجل عظيم من أبطال الإيمان كان لي امتياز أن أقضي معه وقتا في كل مرة كنت أقابله كنت أشعر بأن في محضر الله كان يتعامل معي كضيف هذا الرجل كان من المفترض أن يموت من السل لكنه قام من على فراش الموت انظر إلى ملايين الناس الذين تأثروا به لأنه أصبح مالكا في الحياة لقد شفى من السل وبدأ يملك في الحياة سأحكي لكم عن شخص آخر صديق لي يدعى جيمي كان جيمي راعيا وقد أثر في الكثيرين كان من المفترض أن يموت وهو شاب صغير حضر اجتماع روبرتز ونال شفاء عاش والآن هو يرعى كنيسة ويؤثر في حياة أشخاص كثيرين هل تعلمون ماذا حدث؟ لقد ملك أورال في هذا المجال إن هذا لا يقارن بالمجد الذي يعلن نحن ننفكر في المجد في السماء بينما المجد ظهر على روبرتز في حياته الملايين نالوا الشفاء بسببه قهروا ضغوط هذا المجال كذلك قدمت حماة خدمات لكثيرين من الناس لأنها انتصرت في هذا المجال إنها شاهدة بإيمانها إذا احتجت للصلاة اذهب إليها صلواتها ستدعمك بالقوة لأنها سيدة ممتلئة إيمانا هذا هو الوضع يقول الله لدي أمور تعملونها في الحياة هناك مجالات سوف تتقوون فيها سوف نتحدث عنها في الجلسة القادمة أراكم على خير الجلسة الخامسة من يقف وراء المصاعب الحق الكتابي عن المصاعب قلب الله أثناء الصعوبات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة